رئيس تحرير مجلة International Voice الأمريكية. ندين كيف يمكن تبرير هذا الفيتو الأمريكي خاصة مع كل ما يجري في غزة ومع المعارضة المطالب الأمريكية الشعبية ومع المواقف الأوروبية والعربية أيضا المطالبة بوقف الإطلاق النار. التحياتي لك مشاهدين جميعا. في البداية قبل أن يشمع مجلس الأمن تحدث مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين. وقال أنه يفضل أن يكون هناك بحث أعمق لمشروع القرار حتى لا يواجه انتقادا حتى لا يواجه البيتو. ويتم الإجماع عليه لأنه كان يتوقع ذلك حسب نسخة القرار الموجودة لديه. فهو كان يتوقع أن يؤجل التصويت لدراسة المشروع بشكل أكبر ولتأكد من أن جميع الأطراف توافق عليه وتم توافق عليه بالإجماع والإنماع ولا يفشل نجلس الأمن. ما حدث أنه لم يتم ناقشة هذا القرار بشكل معمق. وجاءت الصيغة بما لا تريده الولايات المتحدة. فهي انتقضت بشتاء أن القرار لا يدين هجمات حماس في السابع من أكتوبر. وهذا شيء أساسي بالنسبة لها. حد سبا ما أوضحت. وبالتالي استخدمت الفيتو ضد هذا القرار. وكان ذلك متوقعا. يعني لم يكن بعيدا عن أرض الواقع. إنما كانت هناك آمال بأن تتم الموافقة على القرار. أو على الأقل أن لا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو. بأن هناك اشتماع بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي برينكون. كان من المفترض أن يكون قبل التصويت. ولكن جاءت الرسالة بأن الأمر مفروض تماما. وأن الولايات المتحدة مصر على تصويتها. فاستبق التصويت. هل هذا الفيتو استجابة لمصالح أمريكية مباشرة أم لمصالح إسرائيلية وضغوط إسرائيلية؟ وضغوط أيضا من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة خاصة في عام الانتخابات. هذا الفيتو على ما يبدو أنه من حيث المبدأ لا يتوافق مع ما تريده الولايات المتحدة في نص القرار. أيضا الولايات المتحدة لا تريد الآن وقف إطلاق النار. بأن الوقف إطلاق النار سيخدم حماس. هناك خلافات حقيقة بين الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو. تعمقت هذه الخلافات في الأسبوعين الأخيرين بشكل كبير. حتى أن ابنكن تحدث أنه ما قاله في زيارته الأخيرة وحثه على العمل بشكل أكبر من أجل تفادي إصابات المدنيين أو قوة ضحاية منهم. هذا لم يتحقق على أرض الواقع كما رأى في الضربات الإسرائيلية على غزة التي أوقعت الكثير. انتقد ابنكن هذا الأمر بوضوح. هناك خلافات في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى. ولكنها ما زالت تساند إسرائيل بأن تخلص من حماس. حسب ما تريد إسرائيل. قوله أنه يجب التخلص من حماس قبل وقف هذه الحرب. هل تزال الإدارة الأمريكية مقتنعة بإمكانية القضاء على حماس فعلا في القريب العاجل؟ هذا الموضوع لا أستطيع الإجابة عليه. لأنه يبدو أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية طرحت كثير من هذه التساؤلات كانت ذلك على أرض الواقع. وهي تتبحث مع الإسرائيلين حول هذا الموضوع. ولكن يبدو أن الإسرائيليين لديهم خطأ أو يبدو طريقا معينا يقنعون به الأمريكيون. لا أستطيع أن أجزم بذلك. حتى الأمريكيين لا يستطيعون أن يجزموا بذلك. حتى الإسرائيليين أنفسهم لا يستطيعون أن يجزموا بذلك. ما يمكن الحديث عنه هو الوقف التقنى من أجل مساعدات الإنسانية والذي حث عليه قوتيرش. اليوم كان مبصري في هذا الموضوع. كان هناك أمالي. لا أستطيع أن نقول كبيرة لأن سابقا هذه المادة التي استخدمها قوتيرش. المادة 99. لم يكن لها تاريخ في استخداماتها السابقة. لم تقنع مجلس الأمن. لم تجعل من مجلس الأمن يستطيع أن يحصل قراره في مناسبات مشابهة حدثت على مدى السبعين سنة الماضيين. لم يكن شيئا يختلف عليه مجلس الأمن اليوم سوى مزيد من الفشل في إصدار قرار يوقف إطلاق النار في غزة حتى الأم. من نيويورك نادين سوندرز رئيس تحرير إنترناشنال فويس الأمريكية. شكرا جزيلا.